يقول الألباني الجملة الأخيرة لها طريق أخرى عنها بلفل وليأتين قبري حتى يسلم عليه يسلم والسلام مشروع والرسول يرد السلام صلى الله عليه وسلم فليس هناك مأخذ على عيسى بن مريم جعلتموه مشرك نعود بالله الذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقصطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته للأسف جناب الشيخ عبد العزيز إما قراءته غير منضبطة أو اشتبه أحمله على محمل حسن الحديث في صحيحة الألباني 2733 ثم لئن قام على قبري وقال يا محمد لأجبته هذا حديث وارد بسنده لذلك قال الشيخ الألباني أخرجه أبو يعلى في مسنده وهذه وثيقة أبو يعلى ثم يقول الشيخ الألباني قلت وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين يعني البخاري ومسلم غير أبي صخر وهو حميد بن زياد الخراط فمن رجال مسلم وحده ثم يقول ماذا بعد أن يصحى عنه والجملة الأخيرة ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته لها طرق أخرى بألفاظ أخرى مو هذا الطريق وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه السلام هذا بحث آخر يعني طريق آخر إسناد آخر لكن هذا الإسناد الذي هو رجاله رجال الشيخين ما عدا أبي صخر الذي هو من رجال مسلم ورد فيه هذه اللفظة ورواته ثقات لئن قام عيسى على قبري فقال يا محمد لأجبته وتلك طرق أخرى أسانيد أخرى وألفاظ أخرى